فترتجف أوثان مصر ترتجف أوثان مصر يعني كما أنه الرب ضرب في سفر الخروج صاحة 12 آلهة مصر هنا بكمل العمل أنه أوثان مصر في شيء غريب على فكرة الكلمة أوثان مصر الكلمة العبري مستخدمة إلي لي اللي هي قريبة من كلمة إلهيم اللي هو الله في اللغة العربية قريبة من هلأ الكلمة إلي لي بس الفرق بكلمة إلي لي هون بيتكلم عن أوثان يعني بيتكلم عن إله الله ولكن هذا الإله الله يعني الفرق أنه ما عندهش أي قيمة ولا أي نفع ولا أي سلطة ولا أي نفوذ ولا أي فايدة ولا أي قوة اسم ولكن لا يفعل أي شيء فمش كل من يقول يا الله يعني مثلا الفلسطينيين لما أخذوا تابوت الرب وكان سبع شهور في أرض فلسطين الرب ضربهم لأنه كانوا بيؤمنوا في الإله داجون اللي هي داجون يعني السمكة إله السمكة فسقط على الأرض والنتيجة أنه رجعوا التابوت لشعب إسرائيل ليس كل من يقول يا رب يا رب وليس كل من يذكر كلمة الله واليوم كلمة الله صارت كلمة رخيصة بيحلف بأله يقسم بالله بيقتل بإسم الله بيغتصب بينهك عرض الناس نصرة من الله أي إله إحنا بنتكلم إيه ليه ليه أوثان يعني لا حول لها ولا قوة اسم ولكن ما عندوش أي فايدة ولا قوة ولا أي تأثير ولا أي نفع هذه الأوثان ما نفعتش ما نفعتش مصر يعني عدم الاتكال على الآله ولما على فكرة لما الملك سنحريب ملك آشور حاصر أورشليم هذه كانت في أيام الملك حزقية الملك الطقي وبعدين عم بقوله أنت على مين اتكلت هو مش أنه الله يعني استخدم نفس الاسم هو اللي أمرني وبدأ أن على مين اتكلت على مصر عكاز يعني حتى إذا اتكأت عليها بتفوت بإيدك يعني بتخزق إيدك بتعمل ثقب في إيدك على مين بتتكل لأنه كانت مصر فعلا في أيام الأشرين كانت مهزوزة عبارة عن ممالك منقسمة فعم بحذر حزقية ولكن طبعا الرب ضرب جيش سنحريب بملاك واحد 185 ألف جندي ورجع لنينوى وهناك اغتيل لكن لاحظ هنا بيعلم عدم الاتكال على أي أوثان أو آلهة أخرى بعدين بيتكلم يذوب قلب مصر داخلها مصر بقوتها بعظمتها بجيشها بمركباتها تسقط أمام حضور الله لأن الأمر من الله هو الذي قال أهيج أفني أغلق يقول الرب فيبتدي في النزاعات الداخلية الحرب الأهلية يعني كل شخص عم بحارب الشخص الثاني الحروب الأهلية لأنه أول خراب لأي مملكة عظمة هي من الداخل والتاريخ بيشهد كل الممالك اندثرت أولا من الداخل فهون الكلمة بتعني التحريض بحرد مصريين على مصريين مثل ما ذكرت حرب العائلية الحرب في العلاقات حرب المدن وحرب الممالك مملكة ضد مملكة يعني بكلمات أخرى مصر عم بتدمر بعضها البعض وضرب حكمتهم ومشورتهم لأنه لم يطلبوا الرب بل طلبوا الصحرة والجوان والجان وعلى فكرة مش بس مصر يعني في إشعية تمانية الرب عاقب كمان إسرائيل لأنه طلبوا الصحرة والجان والتوابع في إشعية تمانية آية تسعة مثل ما فعل فرعون في أيام يوسف طلب من كل الصحرة ولكن ما حد نفعه إلا يوسف إلا أنقذ مصر مثل أيام موسى استدعى كل الصحرة مثل أيام نبو خرد نصر استدعى كل الصحرة لكن ما حد فادو إلا دانيال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر